لبنان بأكمله لا يزال تحت تأثير العاصفة نورما التي لم تكن آثارها جمالية فقط بل أدت إلى خسائر وأضرار في مناطق عدة شمالا اشتاحت السيول التي فضى بها مجرى النهر الكبير ثلاثة مخيمات للاجئين السوريين في عكار فيما أدت العاصفة إلى قطع طريق الفنيدق قبل أن تعيد جرفات البلدية فتحها وبسبب تراكم الثلوج لم تتمكن أم من الوصول إلى مستشفى الحبتور في حرار فأنجبت طفلتها في سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر في الضنية غطت الثلوج معظم الجبال التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر وأدت العاصفة إلى انقطاع الطيار الكهربائي عن مناطق عدة عم نشتغل 24-24 لنأمن المرافق الأساسية بالضنية لنسهل على المواطنين حياتهم ونفتح الطرقات في بشري تساقطت الثلوج على كافة بلدات الجب وصولا إلى مشارف بلدة عبدين وتشكلت طبقات الجليد التي تعيق الحركة وفي البترون انهارت التربة مقابل قلعة لمسيلحة تاريخية في ضوحة الحص أدت السيول إلى انهيار حائط ضعم أحد المباني وأدت إلى أضرار في المنازل الواقعة بالقرب منه في إقليم الخروب تسببت غزارة الأمطار بانهيار جدار موقف مركز الدفاع المدني في شحيم حيث تضررت آليتان بعد تساقط الحجار عليهما كما وقعت سلسلة من الانهيارات على عدد من السيارات المتوقفة على جانب الطريق العام جنوبا مدد اجتداد العاصفة التوقف القصري لحركتي الملاحة والصيد البحري في مرفأ صيدة كما تسببت العاصفة بنهيار جزء من تلة المشرفة على مقبرة المدينة طبعا العافة منتهت بعدها مستمرة وأفراد البلدية بجهوزية تامة لعمل أي شيء يحصلها الأمطار الغزيرة أدت إلى انزلاق سيارة على أستراد الزهراني في منطقة كفاحتة وفي صور أدت السيول إلى تشكل برك المياه على الطرقات بالإضافة إلى فيضان أقنية المياه نتيجة غزارة الأمطار كما اشتاحت السيول بساتين للحمضيات وألحقت أضرارا بالمحاصيل وفي قرى وبلدات مرجعيون وحصبية ملأت السيول البساتين والطرقات فيما وصل ارتفاع منسوب مياه أنهر الليطاني والخاصباني والوزاني إلى أعلى مستوى لهم هذا العام داخليا أدى تراكم الثلوج إلى إغلاق معظم طرقات بعلبك لا سيما دير الأحمر واليموني لكنه ألبس القلعة الأثرية ثوبا أبيضا ساحر كما العديد من المناطق الجبلية التي ارتدت حلة تنبهية من لقبيات إلى تنورين وجزين وغيرها